إذا كنت في باريس وطلب منك رجل شرطة مغربي أوراقك الثبوتية فلا تستغرب لأن هذا آخر ما توصلت إليه السلطات الفرنسية للتعرف على هويات قصر مغاربة يرفضون التعاون مع عناصر الشرطة المحلية وما زاد الطين بالله أن هؤلاء الأطفال في حيقود دور الشعبي هم من مدمني المخدرات ويعيشون على السرقة ويتسمون بالعدوانية فضلا على أنهم يرفضون أي نوع من المساعدة كل هذه الأمور صعبت مهمة التعرف على هوياتهم ومساعدتهم وزارة العدل الفرنسية صرحت أن هذه الخطوة تهدف إلى محاولة تحسين العلاقات الأسرية لهم بالتنسيق مع السلطات المغربية والسعي لإعادتهم إلى المغرب في حال التأكد أن عودتهم تنسجم مع المصلحة العليا للطفل في حين واجه هذا القرار انتقادات من مدافعين عن المهاجرين القصر فبرأيهم أن هؤلاء الأطفال كانوا في الشارع قبل أن يصلوا إلى باريس كما أنهم ضحايا عنف أسري وسط تساؤلات عن مصيرهم إذا ما تم إرسالهم إلى المغرب ترجمة نانسي قنقر